بمناسبة عيد الزيارة واختتام الشهر المريمي أقيم في المدينة المقدسة التطواف المريمي التقليدي الذي ترأسه غبطة البطريارك بيرباتيسة باتسابالة بطريارك القدسي للاتين بمشاركة العديد من الرهبان والرهبات والمؤمنين وأبناء الرعية الكاثوليكية وجعل موكب العذراء مريم في شوارع القدسي التي تزينت بأعلام البطرياركية اللاتينية وخلال التطواف حمل البطريارك باتسابالة أيقونة السيدة العذراء وتبعه حجد من المؤمنين حاملين تمثالاً لوالدة الإله وقد بدأت مسيرة الموكب من دير المخلص مروراً بساحة مدرسة الفرير ومن ثم إلى كتدرائية كشافة الكاثوليك باستعراض فني ممتع في شوارع البلدة القديمة وكان قد أقيم قبل انطلاق الموكب قداس إلهي في كنيسة المخلص الرعاوية في القدس بحضور البطريارك باتسابالة والمطران وليام الشوملي وجمع كبير من المؤمنين